مشاهدينا دلوقتي موعد مع أهم وآخر الأنباء مع الدينة تفضل يتينا شكرا لك باسانت الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جنينج مجزل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي الحرصة على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لدبيا واستمرار التنصيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك وخلال استقباله وزير خارجية جمهورية لدبيا إدجورز رينكيفيتش أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات اللدفية في مصر والتطلع لتكثيف التعاون خاصة في المجالات التي تمتلك فيها لدبيا خبرات متميزة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة ومن جانبه أكد وزير خارجية لدبيا حرص بلاده على دفي أوجه التعاون المشترك مع مصر خاصة في ظل دورها المحوري في منطقتين الشرق الأوسط والمتوسط والقارة الإفريقية وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السماكية بهدف تعظيم المغزون السماكي في مصر مشددا على أهمية عامل حسن الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة بما يساعد على تحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كما ونوعا جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الزراعة والصصلاح الأراضي السيد القصير وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية وخلال الاجتماع وجه رئيس السيسي بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية لما لها من مرضود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربين والمزارعين والارتقاء بدخلهم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في مصر ودولة الإمارات بسرعة تنفيذ مشروع تطوير الإنتاج ببعض حقول الغاز وخلال اجتماع لمتابعة جهود التعاون مع الإمارات وزيادة الاتثمارات المشتركة أشار مدبولي إلى استمرار فرق العمل من الفنيين من الجانبين في الاجتماعات بهدف الاتفاق على تفاصيل المشروعات المقترحة للشراكة والتعاون مؤكدا البناء على الزخم الكبير والاهتمام من القيادة السياسية بالبلدين في هذا الشأن ومن جانبه أشهر رئيس تنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتصويق بشركة أدنوك خالد سلمين إلى اهتمام الشركة الكبير بعدد من المشروعات سواء في قطاع الغاز أو غيره على الرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قبول استقالة أعضاء الكتلة الصدرية نيابية على مضد وقال الحلبوسي إنه بذل جهدا مخلصا وصادقا لثني الصدر عن هذه الخطوة لكنه آثر أن يكون مضحيا وليس سببا معطلا من أجل الوطن ومن جانبه أمر زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر بإغلاق أغلب المؤسسات التابعة للطيار الصدري في العراق وكان صدر الذي يكمل أضلع مثلث أو يكمل أضلع مثلث تحالف إنقاذ الوطن قد لوح الخميس الماضي البقاء في المعارضة أو الانسحاب الكامل من العملية السياسية ما لم تشكل حكومة أغلبية وطنية كما وجه أعضاء قطلة النيابية بكتابة استقالاتهم تمهيدا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان أعلانات القوات الأوكرانية أن القوات الروسية نسفت جسرا يربط مدينة سفيرو دانسك بمدينة أخرى عبر النهر ما أدى إلى قطع طريق إجلاء محتمل للمدنيين وأفد حاكم منطقة لوحانسك شرق أوكرانيا سيرجي جايداي أن القتال ما زال دائر بين القوات الأوكرانية والروسية من شارع إلى شارع في سفيرو دانسك وسيطرت القوات الروسية على معظم أنحاء المدينة لكن ما تزال القوات الأوكرانية تسيطر على منطقة صناعية ومصنع للكمويات يحتمي به مئات المدنيين طرف الأمين العام لحلف شمال الأطلنطين نيتو يانس ستولنتلبرج بأنه سيتعين على كيف التنازل عن جزء من أراضيها من أجل إحلال السلام وقال في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الفنلندي سولينين سيتي أن حلف النيتو سيستمر في دعم سلطات كيف مشيرا في الوقت نفسي أن الحلف سيحاول بكل وسائل تجنب التصعيد مع روسيا وأضاف أن الحلف لا يزال يرفض إرسال وحداته إلى الأراضي الأوكرانية لمنع التصعيد رافضا أيضا إمكانية تفرض منطقة حضر طيران تقدم التحالف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكراء الوسطي معا على منافسه للتحاد الشعبي للبيئة والمجتمع الجديد بزعامة جان لوك ميلانشون وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية وحسب نتائج وزارة الداخلية الفرنسية فأن التحالف ماكرون حصل على 25.7% بينما حصل ائتلاف ميلانشون على 25.6% فيما جاء حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في المركز الثالث بأكثر من 18% وحسب الداخلية الفرنسية فقد بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية نحو 40% ختم ومجاز أستعملنا فاصل ورود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير موسيقى 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 موسيقى